دكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي والرئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية منورنا دكتور كريم شكرا لحمد الله عمل ايه الاحوال كل تمام حمد الله طيب احنا بتكلم صحيح يمكن شوية النهاردة عن المنصورة الجديدة لكن بشكل عام مصر عندها خطة لبناء 34 مدينة بنفس الطريقة على نفس النصق بنفس الافكار اللي هتبقى مدن من الجيل الرابع مدن زكية الى اخره ودلوقتي احنا بنشتغل في 17 مدينة تقريبا في نفس الوقت السؤال اللي بيطرح بجد نفسه هل هذه المدن هي مجرد اتساع للرقعة العمرانية المأهولة بالسكان ولا ان لها ادوار تانية قد يكون جزء منها متعلق بدعم وتنمية الاقتصاد طبعا الدولة المصرية بتعمل جاهدة على تحقيق الاستفادة والاستغلال الامس المساحة التي بتتمتع بها الدولة المصرية من ناحية وايضا الموقع الجغرافي والاستراتيجي للعديد من المحافظات داخل الجمهورية الحقيقة ان انشاء مثل هذه المدن الدولة المصرية لا تستهدف فقط في البعد الاقتصادي ولكن هناك ايضا ابعاد اجتماعية وابعاد بيئية تتعلق به وترتبط به انشاء مثل هذه المدن اشتركوا في القناة